مرحبا بكم أبناء الطلاب لا يزال الحديث متواصل عن عمليات الفصل ونتكلم دلوقتي عن بعض الفندامنتلز التي نرى بأنه لابد من توفيرها لطالب دراسة عمليات الفصل بواسطة البلورة نبدأ بالكلام عن الساتوريشن ستاتوس حالة التشبع نحن كلنا بنعرف بأنه المحاليل المشبعة هي عبارة عن المحاليل التي تحتوي على صليوت بناسب سعة ذلك المحلول لإذابته هذه المحاليل عبارة عن مركبات thermodynamically stable هي مستقرة at a given temperature إذا أخذنا solution let's say water وأضفنا إلى هذا الووتر مثلا شقر يبدأ هذا السكر المضاف بالذوبان إلى أن نصل إلى مرحلة تبدأ تتكون في الأسفل طبقة من السكر عند بداية تكون هذه الطبقة نستطيع أن نقول بأنه هذا السائل دلوقت يوصل إلى مرحلة الساتوريشن أي بأنه أخذ ما يكفيه من السوليوت وما فاض عن حاجته تسبب أو آت عمل على ترسيبه في الأسفل هذا المحلول في هذه المرحلة بنسميه saturated solution نستطيع أننا نذيب هذا السكر الذي يترسب بواسطة على سبيل المثال الميكسينج أو بواسطة رفع درجة الحرارة عندها يتحول المحلول من saturation إلى super saturated solution هذه السuper saturated solutions نقول بأنها أي بأنه يحتوي على أكثر من سعته عند مرحلة الاتزان والتشبع السolutions that are super saturated are also thermodynamically stable لكن there is a very important condition at a certain temperature and composition عند تراكيز معينة من السوليوت وعند درجات حرارة محددة هذه المركبات السuper saturated تكون مستقرة thermodynamically stable وما يلينا النقطة دية اللي هامة جدا solutions more concentrated than their limit اللي هي أدية بنسميها super saturated solutions will tend to crystallize هذا هو الشرط الأساسي في عملية البلورة أن المحلول يكون في مرحلة السوبر saturation تحدث عملية البلورة فقط في المحالية زاد السوبر saturated solution وتبدأ عملية البلورة وتستمر إلى أن يرجع المحلول back to the saturation limit تحدث عملية البلورة بتكوين نواة نيوكليوس هذه النواة بتنتج نتيجة اللي الـ difference in surface energy بين الليكويت and the solution الجبس energy should be more than one وتبدأ هذه النيوكليوس والغرين بإنها تتولد ثم تبدأ تنمو and it forms a small crystals وحنأتي لاحقا لنعرف هذه الخطوة بالتحديد واللي هي بنطلق عليها اسم and new creation شكرا لنشاهد شكرا لنشاهد شكرا لنشاهد